ما يزال الفساد المالي والإداري يأتي على ثروات العراق في كل محافظاته هذه المرة في محافظة الأنبار حيث تعتاش أسرة أنبارية على النفايات وسيلة للعيش كان لابد منها ومهمة يقوم بها أفراد هذه الأسرة من صغيرهم إلى كبيرهم نحن نطلع بالأرض على الصباح على النفايات أسرة لا تعاني الفقر فقط وإنما تشكو من معاناة أخرى خلف جدران بيتها تتمثل في مرض المعيل ومن عبء الضيون وشح الشراب والطعام نحن منطقة القادسية الثانية هذه وضعيتنا وهذه شيئتنا زوجة مريض مساوية ثلاث أمليات وهسا عينها والله العظيم لحدها هذه وحدة قفلت ما يقدر يشوف بيها وهسا ظنايا هذول اللي جاي يكدون اثنين واحد عمره داع السنة واحد عمره اثناع السنة هذا بطلت من المدرسة عنده امتحان يوم لاربعه ما راح يروح بحيث أنه يطلع بالطرطورة يجيب هذا الرزق الشفته حسا مطلوبة والله العظيم حسا إذا تظلون بعد ربع ساعة راح يجي أبو القالب يطالب بفلوسه وهذه وضعيتنا بحسب روايات أفراد هذه الأسرة فإن عين محافظ الأنبار رأت هذا الحال كما هو من دون أن يتغير شيء من هذا الواقع المرير دا كل يوم جاء المحافظة هنا تنطبع علي ما خلانا نطبع علي قالوا أنتو تجاوز وهي تفليش وهي عفضوكم بعدين وعلهر الحالة حالتنا حل تعبانة والله أكي لك المحلات الروح عليهم هسا جابوا لبطل ديهن بالدين قالوا قفلنا عليكم بعد ما ننطي لا ننطيكم ولا شيء صار الحساب فوق المية والحد الآن حالتنا حل تعبانة ليبقى السؤال كيف لهذه الأسرة أن تقتنع بالانتخابات وبمن يترشح لها وهذه المعاناة هي خير شاهد على حال مأساوي لهذه الأسرة ومثيلاتها في العراق شكرا